هذا المصير لكل الخلق عنوان فارجع لربك إنه الديان هذا المصير لكل الخلق عنوان فارجع لربك إنه الديان إن كنت ترجو للحياة دوامها فاعلم بأنك غافل حيران وعمل لآخرة يدوم بقاؤها واجعل فؤادك زاده القرآن إن المصير كتاب حق للورى لا تنسى ربك أيها الإنسان هذا المصير لكل الخلق عنوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فلازلنا أيها الأحبة نواصل المسير إلى المصير إذا فرغ الله جل وعلا من محاسبة العباد فيما تعلق بحقوقه سبحانه وتعالى لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اتسبه وفيما أنفقه إذا فرغ جل جلاله من محاسبة العباد فيما يتعلق بحقوقه عز وجل اسمع أذن الله لدواوين المظالم أن تنصب للقصاص وآداء الحقوق فوالله الذي لا إله غيره لن يدخل عبد الجنة وعنده مظلمة لأحد والعجيب في هذا الوقت المهيب الرهيب أن الحق جل جلاله يبدأ بالقصاص بين البهائم قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي يريرة لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشات الجماء من الشات القرناء نطحتها لا إله إلا الله لتؤدن الحقوق إلى أهلها أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشات الجلحاء أي التي لا قرون لها من الشات القرناء في رواية جاملة في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين طمططحان فقال لأبي ذر يا أبا ذر أتدري فيما طمططحان قال الله ورسله أعلم قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة البهائم يقضى بينها ويقتص للجماء من القرناء نطحتها فإذا فرغ الحق من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابة عندئذ يتمنى الكافر أن لو كان بهيمة أن لو كان حيوانا كما قال جل وعلا حكاية عن الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابة لا يحسبن الظالم أن ظلمه للعباد سيضيع هدرا وسدى لا ورب الكعبة لا ورب الكعبة أما والله إن الظلم شؤمن وما زال المسيء هو الظلوم ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم أيها المسلم أيها القادر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ ابن جبل إلى اليمن قال له يا معاذ اتق دعوة المظلوم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يا معاذ اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ولما عاد المهاجرون من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ألا تحدثوني بأعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة قالوا بلى يا رسول الله بينما عجوز من عجائز رهابينهم تمشي وإذ بفتن من فتيانهم يأتي وقد وضع يده بين كتفيها من ظهرها ثم دفعها على الأرض فوقعت على ركبتيها وكانت تحمل جرة على رأسها فانكسرت جرتها فلما قامت المرأة ونظرت إليه قالت له سوف تعلم يا غدر أي يا ظالم يا غادر إذا وضع الله الكرسية يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم سوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا فقال عليه الصلاة والسلام نعم نعم صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم والله لا يقدس الله أمة يعذب فيها الضعفاء ويهان فيها الفقراء لا يقدس الله هذه الأمة أبدا ولما كانت حقوق الحياة أو لما كان حق الحياة عظيما عند الله جعله الحق الأول الذي يقضي فيه بين العباد نعم والحديث روال بخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء لابد من القصاص الدماء لها حرمة ولا تعارض بين هذا بينما ذكرت إن أول ما يحاسب عليه العبد وما القيامة الصلاة فالصلاة حق الله جل وعلا والدماء حق العباد الدماء لها حرمة وقد تكلمت عن هذه الحرمة فيا أيها المتجرئ على سفك الدماء ويا أيها المتجرئ على قتل الأبرياء ويا أيها المتجرئ على ظلم عباد رب الأرض والسماء احذر واعلم بأنه ورب الكعبة سيقتص منك يوم القيامة فأنت مفلس وإن كنت تملك هنا الملايين والمليارات أتدرون من المفلس قالوا من لا درهم له ولا متاع قال ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقتل هذا فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله الأمر عظيم الأمر عظيم والقصاص لا بد منه حتى بين المؤمنين هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء المقبل وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا المصير لكل الخلق عنوان فارجع لربك فارجع لربك إنه الديان إن كنت ترجو للحياة دوامها فاعلم بأنك غافل حيران وعمل لآخرة يدوم بقاؤها واجعل فؤادك زاده القرآن إن المصير كتاب حق للورى لا تنسى ربك أيها الإنسان هذا المصير لكل الخلق عنوان فارجع لربك إنه الديان هذا المصير لكل الخلق